قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشبكين تعد معانا يا الله ومن لقلبك بالأمان كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني وما كنا له مكرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون يلا الكل همه ما شاء الله الكل بيسبع بحمد ربنا مش معقول أن السماوات والأرض والدنيا كلها بتسبع بحمد ربنا وإن من شين إلا يسبحه بحمدي ولكن لا تفقونا تسبحان وإحنا ما نسبحش يلا كله يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى أدينا ماشيين ما شاء الله في السماء بنقرب من منطقة الكواكب اللي احنا عايزين كل يوم ننزل في كوكب منها وما شاء الله كوكب لله دي محتاجين كلنا اللي احنا نعيش فيه وكل واحد لازم يبنى قصر علشان ربنا يكرمنا في الدنيا وفي الآخرة كوكب اللي لا دي هو كوكب صلة الرحم كوكب الصلة ناشا الله كلمنا في الليلة اللي فاتت عن بر الوالدين ونزلنا كوكب البر وشفنا الثمرات الجميلة اللي موجودة في كوكب البر وشفنا الكواكب والنجوم اللي موجودين في الكوكب ده واتعرفنا على الأصور الجميلة تعالوا نارضة برضو نتعرف على سكان الكوكب الجميل الرائع ده أول قصر كان هيئا بنا هو قصر أبو طلح الأنصاري أبو طلح الأنصاري أي نعم حديثه في البخاري ومسلم أن كان عنده بستان اسمه بيرحاء بستان ده كان من أجمل بستين المدينة وكان قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول المولى عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفكوا مما تحبون فراح للنبي قال له يا رسول الله نزلت تلك الآية وإن أحب أموالي إلي بيرحاء البستان ده وإني أرى يا رسول الله أن تضعوه حيث شئت يعني خذ البستان يا رسول الله وحطه في أي مكان والدين أي حد يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح وإني أرى أن تجعلها في الأقربين خلي البستان ده وزعه على أريبك فإذا بأبي طلحة الأنصاري يوزع البستان على أريبه وأولاد عمه رضي الله عنه وارضاه علشان ينال هذا الأجر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكانت لمحة ولمسة جميلة جدا من أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه تعالوا نشوف الأصر اللي بعده أكيد حضراتكم مشتقين اللي أنتو تعرفوا الأصور اللي موجودة ومين ساكن في المكان دوت علشان نعرف يعني من جاور السعيد يسعد نعرف هنجاور مين في الأصر أو في الكوكب الجميل دوت بفضل الله سبحانه وتعالى الأصر اللي كان بعده مباشرة كان أصر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ذرية بعضها من بعض جميل أوي أوي تعالوا نسمع قصته من هو شخصين عبد الله ابن عمر يعني يا ترى إيه سبب أنه كان ليه أصر في كوكب الإيه الصلة السبب رواه مسلم عن عبد الله ابن دينار قال كنت أنا وابن عمر في طريق كده بين مكة والمدينة فهو إحنا ماشيين قابلنا رجل من الأعراب رجل بدأ وبسيط جدا جدا قال فلما قابلنا لقيت عبد الله ابن عمر عمل حاجة غريبة جدا إيه اللي عمله سيدنا عبد الله ابن عمر فجأة رح نازم من على الدابة بتاعته ورح جايب رجل الأعرابي ده ورح مركبه فوق الدابة وخلع العمامة ورح مدهله وخبالك وقعد يطيب خطره ويكلمه كلمتين طيبين وقعد حد انتهى الحوار ما بينهم وراجل انصرف لمكانه وعبد الله ابن عمر انصرف مع عبد الله ابن دينار عبد الله ابن دينار كل ده طبعا هم استغرب إيه اللي عمله عبد الله ابن عمر فقال يرحمك الله يا ابن عمر إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير إيه اللي انت عملته ده ده كتير جدا عليهم يعني تخيل حضرتك إيه وانت ماشي فقابلت واحد فقير جدا فروح تم يديله مثلا يعني الفين جنيه واحد يقول لك ده كتير جدا ده كان كفاية خمسة جنيه كان يعني كان يطير ويزعتت بها فهو عبد الله ابن دينار بيقول له يا ابن عمر يرحمك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال اسكت إن أبا هذا الرجل أبو الرجل البسيط اللي انت شايفه ده إن أبا هذا الرجل كان ودا لأبي عمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الله أكبر إن من أبر البر مش إنك تبر أبوك وبس لا تبر أرايب أبوك وأصدقاء أبوك بعد موت بفضل الله وإنت كذلك أخت الفاضلة إنك تبر أرايب والدتك قريبات والدتك وصديقات والدتك بعد موتها كل ده بيكون من أبر البر لأن اللي علمك البر ده وات مين الأمة أو الأب فبالتالي بيكون ده في ميزانك وفي ميزان حسناتهم بفضل الله سبحانه وتعالى لكن الحقيقة كالعادة زي ما كل مرة بنقول هنقول برضو لحد من خلص التلاتين يوم إن شاء الله كان أعظم قصر وأجمل قصر وأبهى قصر هو قصر حبيب الحق سبحانه وتعالى هو قصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث روالبخالي لو حضرتك تفتكر لو حضرتك تفتكر في بداية البعثة لما نزع عليه جبريل وضمه وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى آخر الحديث فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وإذا به يدخل على يعني نبع الحنان على أمنا خديجة رضي الله عنه وارضاه ويقول زملوني زملوني دفروني دفروني غطوني فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء وأفاق بعد ذلك قال خديجة بعد أن هدأ روه قال لها صلى الله عليه وسلم والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي أنا خفت يحصل لحاجة فإذا بخديجة رضي الله عنه وارضاه تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا ليه أمنا خديجة عندي علامات تدل على أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لا يمكن ربنا يخزيه أبدا كلا والله لا يخزيك الله أبدا ليه قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعينه وتعينه سبحان الله وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعينه على نوائب الحق هي ديكة العلامات التي جعلت أمنا خديجة وافقة من أن النبي لا يمكن أن يخزي أبدا اللي بيعمل الخير ده لا يمكن ربنا يخزيه أبدا أول حاجة إنك لتصل الرحم مع أن الكلام ده إمتى جماعة كان لسه في أول يوم لبعفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صلة الرحم كانت قبل الإسلام كانت قبل بعفة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل جدا نرى مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين ابدأ بقريبك ابدأ بقبلتك ابدأ بنف بأهلك وناسك ما تبدأش بالغرب ابدأ بالناس القريبين منك عشان كده بقولك يم ربنا يكرمك ويهديك وينعم عليك بنعمة الهداية ابدأ بابوك أمك بكل رحمة وكل حنان خش قبل رأس أمك ورأس أبوك حسسهم بنعمة الالتزام حسسهم ببركة الالتزام وبركة هذا الدين العظيم خش قل لها يا أمي الحمد لله ربنا أكرمني والتزمت وديني بيأمرني إن أنا أبرك يا أمي إن أنا أكرمك إن أنا أبوث إيديك وأبوث رجليك وأسمع كلامك في كل شيء بطالما ما فوش معصير الله سبحانه وتعالى ويمكن حكيت لكم قصة الشاب اليهودي اللي كنا في أمريكا فأسلم هذا الشاب وجاء لأحد المشايخ فبيسأله بيقول له أنت كان ديانت قال له كنت يهودي قال له طب والأب والأم قال له ما زالوا على اليهودية ومتعصبين جدا قال له يا خبر ربي طب ما زالوش قال له أبدا بالعكس ده أنا أمي فرحانة جدا إن أنا أسلمت قال له ليه قال له يعني خليك تسبع منها شخصيا قال له خلاص هاتها بكرة كده لعلنا وعصى ربنا يكرمنا وإيه وتسلم جاء التاني يوم الأم معاها وكت لبس حجاب فالشيخ استغرب قال له الشيخ قال لها انت زعلانا أن ابنك أسلم قال له بالعكس ده أنا فرحانة جدا وسعيدة جدا قال لها ليه قالت له لأن ابني قبل ما يسلم كان بيشتمني وبيضربني وبيسق إلي وما كانش بينفزني أي طلب أطلبه منه فجأة لقيته داخل بيبص رأسي بيبص إيدي وبيعملني كويس وبيبيرنه وبيجيب لي كل طلباتي فقلت له إيه اللي حصل يا ابني هو إيه اللي غيرك كده هو أنت حصل لها قال لها أنا أسلمت فقلت له ودينك بأمورك بالأخلاق دي قالت له قال لها أيوة قالت له بس حلو أو الدين الجميل ده فنقل أحاسيس الجميلة إلى أمه فأحبت فأحبت هذا الدين وده اللي احنا عايزين يا جماعة النبع السلام لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي على جبل الصفا ونادى على بطون كريش يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني عبد المطالب يا بني عبد الشمس يا بني هاشم يا بني يا بني فلما اجتمعت تلك القبائل قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا ثم خص النبي بنيته وكرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا الله أكبر وده يديك يعني عظة وعبرة عظيمة جدا أني مش هينفعك إلا عملك أخوي وحبيبي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابكا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتد لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزل وازلة الوزر الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما في الحديث المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أبطأ به عمله إلا عمله هيبطأ به لم يسرع به نسبه لا ينفعك نسب ولا حسب ولإني أبوك كان ولي من الأولياء الله ولإني جدك كان عالم من العلماء لا ينفعك إلا إلا عملك الصالح يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فارجع أثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله فأين عملك بل أيضا ورد أيضا في الصحيحين أن هرقل لما سأل أبا سفيان وكان ما اقتهى كفيرا قال فبماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة أي وصلة الأرحام كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا بأنه يحضنا على صلة الأرحام تعالوا نشوف عجالة سريعة كده إزاي ما ويربيها على صلة الرحم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل لرحمه صلة الرحم أخي وحبيبي فرض فرض واجب على كل مسلم أن أنت لابد أن تصل أرحمك وده من إيمانك بالله واليوم الآخر أن أنت تصل أرحمك قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عساكر بسناد الحسن اتقوا الله وصلوا أرحمكم وحبيبنا هو الأسوة والقد ولقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أكيد حضرتك وحضرتكم جميعا هتقولوا طيب جميل أو حلوا الكلام الجميل ده وشوفنا ما شاء الله وتعرفنا على سكان الكوكب الجميل ده كوكب الصلة وعرفنا ما شاء الله اللي عملوه قد إيه كان كله خير طيب ما تقول لنا بقى شوية فضائل كده وشوية ثمرات كده لصلة الرحم عشان نتحفز كده وربنا يكرمنا كده ونحاول بقى نص الأرحملة خصوصا في الشهر الكريم ده ربنا يباري فيكو على قد ما نقدم نص الأرحملة ولو بشيء بسيط جدا خصوصا لما بيكونوا ناس فقراء والله يا جامعة الخير بيبقى قولوهم مكسورة ان معقولة أغنياء العيلة كلهم مجتمعين ومتواصلين ونسيهم فقراء العيلة ده احنا نجمع نفسنا لو كانت عيلة كاملة غنية وفيهم فرع فقير هتولهم شقة ورقوهم ما دمت انتو بتستعاروا من الفرع الفقير ده واصلا ما ينفعش يكون الكلام ده حاصل بين المسلمين لكن ما دمتوا مستعارين منهم طب ما تعلوهم معاكم جابولهم شقة كويسة افرشولهم البيت فرش كويس اعملهم راتب كويس عايشوهم دول قريبكم هتاخدوا فيهم الثواب عظيم جدا والصدق هنا مضاعفة كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخوي وحبيبي اول ثمر من ثمرات او فضائل سلة الرحم ان الله عز جل يصر الواصل في الدنيا والاخرة قال جل وعلا في الحديث الكدسي الذي رواه ابو داود الترمذي بسند صحيح انا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدته اي قطعته اللي يصل ارحمه ربنا يصل طب يصلوا بايه يصلك بالعلم بالحلم بالخلق بالزوجة بالاولاد بالمال بالصحة براحة البال بالقرآن بالسنة بكل خيري الدنيا والاخرة يصلك الله عز وجل به لو وصلت ارحمك ولو لم تصل ارحمك يقطعك من كل شيء ربنا عافينا عافيك قال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحمة قالت هذا مقام العائذ بك من القطيع قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك فقال النبي ومصداق ذلك في كتاب الله فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى ابصارهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مصداق ذلك في هذه الاية ثاني ثمرة من ثمرات سلة الرحم انها تجلب للعبد رضى الله ومحبة الله سبحانه وتعالى ثبت ذلك في مسند الامام احمد بسند صحيح ان المولى عز وجل قالت حقة محبتي للمتواصلين فيها واولى الناس بك ارحمك واريبك وحبيبك اعمامك واخوالك وعماتك وخالاتك دول اولى الناس بك من الاغراب وان كان هناك غرابة بين المسلمين في التواصل لكن اولى الناس بك اقاربك كما اخبر المولى عز وجل وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا شوف الثمرة التالتة ان اكتر ثمرة او اكتر طاعة ثوابها سريع جدا جدا واكترها ثوابا هي صلة الرحم قال صلى الله عليه وسلم كما عند التبراني في الكبير بسند صحيح وان اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم يعني اين يعني في طاعات الثواب بتاعها ممكن تشوفه في الاخرة او تشوفه في الدنيا بس يجي متأخر شوية انما صلة الرحم الثواب بتاعها والثمرة بتاعتها وقتية في ساعتها في لحظتها يا جماعة بفضل الله سبحانه تعالى وان اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم كبالك حتى ان اهل البيت والله بالله عليك تأمن مع اللفظ ده حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجرة ايه ده اللفظ دوري في الحديث او الله اسمع اللفظ داني حتى ان اهل البيت لا يكونوا فجرة فتنموا اموالهم ويكثروا عددهم اذا تواصلوا يا الله يعني ناس مش ملتزمين ما يعرفوش الدين ما يعرفوش حاجة عن الدين لو تواصلوا ربنا هيبارك لهم في الدنيا اي نعم في دنيتهم قبالك لكن في الاخرة بقى يحاسب على ترك الصلاة وترك العبادة وووى لكن في دنيته ربنا هيكرموا يوسع عليهم يقطر اموالهم يقطر عددهم اذا تواصلوا شفت بركة سلة الرحم بتوصل لحد ايه لو عايز ملك يقتر فعلا عايز بصلة الأرحم طيب صلة الأرحم ودي الثمن الرابع من أحب الأعمال الى الله بعد الايمان بالله ايه الدليل علي كده كل حاجة لازم يكن عليها الدليل زي ما اتفقنا حديث رواء ابو يعلى بأستاذ الحسن silين النبي صلى الله عليه وسلم Flight Wright أحب الأعمال الى الله ايمان بالله ثم صلة الرحمة أحب الأعمال الى الله ايمان بالله ثم صلة الرحمة رقم خمسة عندك ذنوب وسيئات أكيد قد إيه ما تعدش كلنا أصحاب ذنوب وأنا أقول لكم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كلنا أي نعم كلنا والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم عايز ربنا يغفر لك ذنوبك وسيئاتك أي نعم عليك بصرط الرحم إيه الدليل على كده حديث جميل جدا من رؤال بخالي ومسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة فقال له هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها بر الخالة أي نعم ليه لأن في حديث ثاني عند أحمد والترمز في سنة سعين النبي قال الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم بالضبط لما تبر خالتك بعد موت أمك وحتى لما تبر خالتك في وجود أمك كأنك ببر أمك الخالة بمنزلة الأم شوف أديه الراجل بيقول لنبي بيقول له يا رسول الله أنا أصبت ذنب عظيم جدا هل لي من توبة شوف قال له قال له هل لك من أم قال له لا قال له عندك خالة قال له آه قال له برها يعني برها هيكون سبب لتكفير الذنب العظيم إن راجل بيحكي عنه أي نعم بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم رقم ستة صلة الرحم هتخليك في أعلى منازل الجنة إيه الدليل خذ الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواء أحمد والترمزي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آته الله مالا وعلما عالم وعنده فلوس فهو يعرف لله فيه حق ويصل به رحم نكرر تاني فهو يعرف لله فيه حق ويصل به رحم فهذا بأعلى المنازل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الثالث بقى الرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما خب بالك عنده فلوس لكن ما عندهش لا علم ولا دين فهو لا يعرف لله فيه حق ولا يصل به رحم فهذا بأخبث منازل يبقى اللي خلى الأولاني في أعلى المنازل واللي خلى الثالث في أخبة في المنازل إن ده بياصر رحمة وده بيقطع رحمة إن ده عنده علم خلاه ياصر رحمة وده عنده جاه لخلاه يقطع رحمة عيازا بالله ربنا عافينا عافيكم رقم سبع أخوي وحبيبي الصدقة زي مقالت لك على ذي الرحم أعظم من الصدقة على المسكين إيه ده اللي على كده حديث رو أحمد والنساء بسندا صحيح قالنا نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وبالك وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة الله أكبر في شهر كريم كده خد هدية جميلة خد شوية طمر على شوية أكل على شوية رز شوية سكر شوية مش عارف إيه وروح لأرحمك الفقراء وروح ظرهم ورسأل عليهم خمس دقائق كده مش هتعطر نفسك وخش يسلم عليهم وابر بخطرهم ربنا اابر بخطرك وكده مك ان شاء الله أحب العمل إلى الله سرور تدخل على مسلم دخل السرور على مسلم ودول أرهيبك وحبيبك هيبقى الصدقة بتاعتك مضاعفة صدقات وصلة يبقى أنت كده عملت صدقة وفي نفس الوقت عملت الصلة ترحم وروح سلم عليهم ولا تمنع عليهم عملهم معاملة كويسة خدهم في حضنك يعني قربهم منك حاول تحسسهم إنهم اللي أصحاب فض عليك مش أنت اللي صاحب فض عليهم وقرب لهم الخير دوت بفضل الله هتجبر بخطرهم وهتكرمهم ولعل لو عسى واحد فيهم يقوم يدعيلك يقولي يا رب بجبر بخطر زي ما جبر بخطري يا رب اكرم وفرج هم وزي ما فرج همي اكرم أرهيبك وحبيبك اوعى تنسى أهلك وناسك ربنا بل فيك ما فيش والله العظيم يا جماعة والله ما فيه أجمل من لمة العيلة ولمة الأسرة والحب اللي بيسودها اقسم بلاي بقى فرحان جدا لما حدي قدام بيت فقير جدا ومسود جدا ويلاقي ما شاء الله إلا عينا وعيلة العيلة من الجمعين وكلهم فرحانين وصدهم ما شاء الله والضحكة بترن فيهم يعني سبحان الله تحس في فرحة جديدة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ورقم 8 ان صلت الرحم من أسباب البركة في الرزق والعمر ده اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات او في الكوكب اللي فات اللي هو كوكب بر الوالدين ان يا جماعة المولى عز جل او النبع السلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثري فليصل رحما قلنا ان زيادة الرزق بتكون بحكتين اما بالبركة في الرزق واما بالزيادة الحقيقية ازاي دي عاملة زي حديث النبع السلام تابعه بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة قب بالك طب انت في الحج بتدفع فلوس وفي العمرة بتدفع فلوس ورغم ذلك الحج والعمرة بفضل الله ينفيان الفقرة والذنوب يخلوا الفقير غني ويخلوا اللي عنده زنوب تروح وقب بالك حضرتك فإذا بفضل الله ده خير كبير قوي طيب والعمر بيطول ازاي مع ان ربنا قال إذا جاء جلوم فلا يستخدرون ساعاتا ولا يستقدمون يعني لا فيه ساعة بتزيد ولا فيه ساعة بتنقص لا فممكن يزيد ممكن يزيد زيادة حقيقية برضو في العمر وممكن تزيد زيادة بالبركة ازاي احنا قلنا في الدرس اللي فات ان القضاء نوعين قضاء مبرم وقضاء معلق قضاء مبرم ده لا يتغير وهو ما كان في علم الله اللي هو ايه وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت ده في علم الملك اللي هو القضاء المعلق اللي هو هولك عليه دلوقتي وما كان في علم الله اللي هو ايه وعنده أم الكتاب لا يتغير فيه اي شيء خالص فلان عمره كذا خلاص ما يتغيرش انما ما كان في علم الملك كأن يقول المولى عز جل للملك فلان ابن فلان عمره سبعين سنة لو وصل رحمه يبع عمره تسعين سنة ولو لم يصل رحمه فعمره سبعين سنة والله جل جلاله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون يعلم أن العبد دوت هيصل رحمه أو مش هيصل رحمه فهو ده يسموه القضاء المبرم وقضاء المعلق يبقى لو وصل رحمه هيزيد عشرين سنة خبالك أو تزيد البركة في العمر إنه ربنا يكرمه وينفذ في فطرة بسيطة جدا اللي غيره يعمله في سنوات طويلة جدا رقم تسع أخويا وحبيبا من ثم مرات سلة الرحم إن سلة الرحم تعمر الديار حيث بيتك يعمر بالخير خليك وصل للرحم إيه الدليل على كده كل حالة لازم بدليل حديث رواء أحمد بسنة دين صحية أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سلة الرحم عدي معي الثلاثة دول سلة الرحم وحصن الخلق وحصن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار الله أكبر لازم تزيد الحديث مرة تانية وتعيده يا بعمار يعني عشان إيه يبساجه شغال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقول سلة الرحم وحصن الخلق وحصن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار الله الله عليك يا بعمار حديث زي ما تشاف كده ما شاء الله يعني محتاج عدولك مئة مرة أن أنت بسنة رحمك وبحسن الجوار وبحسن الخلق الديارة بتعمر بالخير والأعمار تزيد بفضل الله سبحانه وتعالى رقم عشر أخي وحبيبي سنة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة من أعظم أسباب دخول الجنة عن أبا أيوب الأنصاري تخريج الحديث يا شيخنا أيوا في بخاري ومصم والله عن أبا أيوب الأنصاري أن رجلا جاء إلى نبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويقربني من الجنة أو يدنيني من الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل أرحمك فلما أطبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة لو ما أشركش بالله وأقام الصلاة وآت الزكاة ووصل أرحمه هيخش الجنة إن شاء الله حديث تاني رأى أحمد في سند صحيحا أبي هريرة أنه سأل النبي وقال أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة قال له أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام نعيده مرة تانية نعيده بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال له أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأهل الجنة ثلاثة كان من دمن الثلاثة ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم الله أكبر ما شاء الله كل الخير ده بصلة الرحل أيوة الله بصلة الرحل تخيل أخوي يا حبيبي يا ما في أخين ما أطعين بعض فاكرنا بحكت لكم قصة أخين كان عندهم يعني أراضي أبوهم سابلهم حوالي خمسين فدان وأراضي إزرائية ما شاء الله كل واحد فيهم طمع في أن يأخذ أكبر قدر من الفددين في الآخر قالوا لا 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 دعا كل واحد فينا بقى بيطمع في الثاني احنا نقطع بعض ونجيب نجار يعمل سور ما بيننا وكل واحد يروح لحاله فجابوا واحد نجار قالوا له اعمل سور خشب لو سمحت بين الأرض دي وأرض دي وخلينا ايه يعني نتدير عن بعض محدش فينا يشوف الثاني خالص احنا مش عايزين نعرف بعض قال لهم حاضر فقال لهم طب سيبوني المدة يومين ثلاثة وما تجوش الأرض عشان ما عفش تغل وبعد كده تعالوا فسابهم سابوه ثلاثة يام كده ورجعوا لقوا مش عامل سور بين الأرضين لا لقوا عامل كبري بين الأرضين فقال ل الأولى اطلع على الكبري من الحياة دي وانت اطلع من الحياة دي عشان تشوفوا الأرض هتبنوها منين أو السورة هتبنوها منين بالزبط تلعوا على الكبري فالتقوا على الكبري فقال لهم سبحان الله شايفين الخمسين في الدم بتاعتكم دي كلها في النهاية انت وهو هتتدفنوا في أربعة متر معقولة الدنيا تخليكوا تنسوا صلة الأرحام والحب والأخوة اللي ما بينكم فالتنين حضروا بعض ونسوا الخصام والزعل وكل واحد قال له أخوه خد اللي انت عايزه سيبي اللي انت مش عايزه انت أخويا وحبيبي لا يمكن الدنيا تفرق ما بيننا فاستأذنهم النجار قالوا طب عايزينك بقى تقعد بقى تتغدى معنا مدومت أصطح تبقى بيننا قال لهم معلش ده أنا لسه عندي خمسين كبري عايز ابنهم بين برض بعض الإخوان التانيين علشان ربنا يكرمنا ونكون سبب فيه تقريب الناس من بعضهم البعض أخويا وحبيبي اوعى تخلي الدنيا تفرق بينك وبن أخوك اوعى تخلي الدنيا تفرق بينك وبن قريبك وبن أعمامك وخوالك اوعى تخلوا المراس والدنيا والفلوس اللي جننت ناس كتير تخلوها تفرق ما بينك الدنيا ما تسواش حاجة إن نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يعني لو كانت الدنيا تساوي جناحة بعوضة ما سقر كافيرا منها شربة ماء اوعى تضحب أريبك وحبيبك اوعى تنسى صلة الرحم من أجل الدنيا ومن أجل مال ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الصلة ويحفظنا وإياكم بالله عليك اللي لا دي هات هدية وروح لأريبك وهديهم وكرمهم ودخل عليهم الفرح عشان ربنا يكرمك في الدنيا والآخرة يعني تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية عشان على وعد إن شاء الله بكرا نروح كوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يا الله وإلا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلالة وجي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك أوكب تاني ترجمة نانسي قنقر